أنقذت إسبانيا عشرات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبول قبالة جزر الكناري ونقلتهم إلى ميناء في جزيرة جران كناريا وتلقت المجموعة المكونة من 57 رجلا رعاية طبية في الميناء وقال الصليب الأحمر إن ما يقرب من 40 ألف مهاجر وصلوا إلى الجزر الإسبانية في عام 2023 أي بزيادة 140% عن العام الماضي ومع استعدادات دخول عام 2024 تعامل نظام النقل الصيني مع قرابة 42 مليون رحلة ركاب يوم السبت وهو اليوم الأول من عطلة العام الجديد بزيادة 73% عن العام الماضي واستضاف نظام السكك الحديدية الوطني الصيني ما يقدر بنحو 16 مليون مسافر فقط في يوم السبت بينما سافر حوالي 23.5 مليون شخص عن طريق البر وقرابة مليونين بالطائرة و600 ألف آخرين بالقوارب وفقا للتقديرات تستعد لندن لأكبر عرض للألعاب النارية لليلة رأس السنة في المملكة المتحدة ويقوم العمال بتحميل الألعاب النارية على المراكب الثلاثة التي سيتم إطلاقها منها مع ما يقرب من 120 ألف شعلة نارية ضمن احتفالات مدينة لندن وستبلغ مدة عرض هذا العام حوالي 12 دقيقة يحتوي على مزيج انتقائي من الموسيقى ليثهر تنوع الأعراق في مدينة لندن أما عن الاحتفال الشهير بمدينة نيويورك كشف المنظمون عن تصميم جديد للكرة البلورية التي سيتم إسقاطها في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2024 وتتميز نجمة العد التنازلي الآن بنمط ربطة العنق فيما يقول المنظمون إنها تتوافق مع تصميم تايمز سكوير ومن المقرر أن تهبط الكرة من أعلى تايمز سكوير مساء اليوم مع توقع حضور ما يقرب من مليون شخص